اهلا فيكم برج السرطان في قناتي رح نجوف توقعاتك العاطفية طبعا طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة اطول اكتر من اسبوعين وايضا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في بالقراءة رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه فاخد الاشياء اللي هي ايجابية من القراءة وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية او بتحسها ما بتنطبق لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر رح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب او طاقة الشريك وشو الاشياء اللي بينكم اللي ممكن يكون يعني سبب الخلافات بينكم في الوقت الحالي ايضا خطواتك في المستقبل وخطوات الحبيب في المستقبل ومستقبل العلاقة بينك وبين الحبيب طيب رح نبلش اول بطاقتك انت يا برج السرطان بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان بس نسحب كونت اول توضيحية لحتى نفهم الوضع اكتر بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان عم شوف انه حاليا عم تركز على انك تشافي حالك من وضع معين ممكن يكون في حصل عندك انهيار بعلاقة معينة او انهيار باساسات معينة ممكن ايضا يكون الوضع المادي بالنسبة للك عم شوف المادة كتير كتير مهمة بالنسبة للك في هالفترة لانه عم شوفك عم تحاول تبني حالك او تبني مستقبلك فممكن تكون حطيت امام اختيارين او شيئين معين او انك تختار حتى بين علاقة وبين فرصة عمل وعم شوف الاغلبية منكم عم يختار او عم تختار انك تحب حالك وتركز على حالك اكتر بمعنى ممكن البعض منكم يكون ايضا رحل من علاقة معينة من اجل فرصة مادية او من اجل انه يطور وضعه المادي عم شوف في منكم الاغلبية اختار قرار اه بالرحيل عن شخص معين لانه الوضع بالعلاقة تبعتك او مع الشخص اللي انت اه عم تتعامل معه او كان عم يسبب لك نوع من التشويش كنت مش عم تشوف الامور بوضوح فعم شوف اخترتوا الرحيل عن اشي معين او للبعض منكم اذا مش انت اللي اخترت الرحيل عن علاقة او اخترت انك تترك اشي معين بمجرد ما انه صار في اه نهاية لاشي معين the tower card في عندك اه باب جديد انفتح امامك ممكن يكون ايضا من ناحية المادية او في فرصة جديدة بحياتك انفتحت اه ممكن يكون حتى شخص ولكن الشخص اللي اه الجديد بحياتك اه ممكن يكون ساهم بوضعك المادي او نوعا ما عم يشارك بنجاحك المادي ممكن يكون دعم نفسي اه ممكن يكون شخص عم تشتغل معه ايضا او عم تتشاركه مع بعض نفس اه نفس الهوايات او نفس الطموح وعندكم نفس الاهداف والنظرة عندكم نظرة الى شيء بالمستقبل تتشاركوا فيها بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوف انه هو الشخص اللي عم تتعامل معه اه لابس قناع او لابس اه ماسك ايضا عم شوفه حاليا هو عالق بمفترق طريق ممكن يكون عم يستني خبر منك ايضا او عم يستنى رسالة منك او عم شوفه بالعقل الباطني بده نوع من التواصل معك في عنده رسالة او اشي معين هالشخص بده يحكيها لا لك وبده يوصل لك هالمعلومة لا لك هم شوفه مركز ايضا على بدايات مادية جديدة او اذا فيه عم يفكر بشخص بحياته او عم يفكر بعلاقة او الجانب المادي مهم لهالشخص لانه عم يبحث عن التوازن عم يبحث عن التوازن من الناحية ايضا من ناحية الاخذ والعطى ماينكوا وبينه عم شوف انه هو مركز كتير على وضعه المادي يعني اذا انت مش عم تحكي مع هالشخص بعض منكم اللي عم يمروا بفترة انفصال اه هالشخص مركز كتير على وضعه المادي حاليا وفي عنده اه ممكن ايضا عم يحط ماسك او عم يحط شخصية معينة امامك ممكن ايضا عم يخفي مشاعره هالشخص وسبب انه عم يخفي مشاعره انه من الناحية المادية هالشخص اه لسه عم يشتغل على حاله او ممكن ايضا يحس انه العلاقة بينك وبينه ام هو محدود امام اختيارين بده يختار ممكن يكون شخص قديم ايضا او شخص شديد بحياتك ولكن هو عم بيحس انه اه بمفترق طريق وفي عنده ايضا اختيارين ممكن ايضا يكون ام محتار بين انه يحكي معك وبين انه ما يحكي معك لانه عم يشوف انه في حكية بده يحكيه ولكن العائق اللي موقف بطريق هالشخص هو مادياته ايضا فعم شوف في تشابه بالطاقات هون بطاقتك وبطاقته فممكن تكون انت عم تتعامل مع اه توقم شعلة او مع سولميت لانه طاقتكم بتشابه بعض او بتعكس على بعض من نسبة شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم حاليا او واحدة من اسباب الخلافات بينكم او اسباب النزاعات بينكم اه عم شوف انه في انت وهو عم تخبوا الطفل الداخل جوادكم بمعنى انه انت وهو عندكم صعوبة بانكم تظهروا مشاعركم تجاه بعض عم شوف ايضا الاغلبية منكم مش عم يحكوا مع بعض ولكن اه ما عم شوف فيه مشاكل او نزاعات ولكن فيه انعزال بالموضوع فيه صمت وفيه حكي كتير مخبة بالصمت هاد بهالكارت مش عم ينحكى فيه وفيه حواجز بينك وبين هالشخص هم شوف ايضا الصراع على السلطة ممكن يكون واحدة من الاسباب ايضا اللي فيه مشاكل او عم تسبب مشاكل بينك وبين هالشخص لانه مبين انه انت وهالشخص بتعقدكم تتشاحن مع بعض كتير او فيه مشاحنات بتعقدكم مع بعض كتير وبسبب هالمشاحنات بتضطر انك تظهر انت وهالشخص بصورة معينة او بتضطر انك تظهر لهالشخص صورة معينة او جانب معين من شخصيتك غير اللي انت بدك تطلعه او غير اللي انت بتطمح انه هالشخص يشوف فيك عم شوف ايضا فيه اه فيه انجذاب جسدي كتير عالي بينكم بالذات من طرف الرجل بها العلاقة او الماسكلين انرجي او الطاقة اللي هي اه رجلية بها العلاقة عم شوف ايضا الامرأة فيه عندها انجذاب طاقتكم طاقتكم متناغمة مع بعض برغم انكم مش عم تحكوا مع بعض ولكن فيه انت عم تحس بطاقة هالشخص وهالشخص ايضا عم يحس وطاقتك بمعنى انه فيه فيه تواصل روحاني بينكم كتير كتير عالي وبالنسبة للطاقة بينكم عم شوف انه فيه اخذ وعطى بالطاقة فيه توازن يعني عم شوف الاغلبية منكم عم يحاول انه يركز بالشفاء بها الطاقة عم يحاول انه يركز او يبعث للطرف الاخر طاقة ايجابية بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف العلاقة اللي انت فيها يا برج السرطان تطلب منك انك توكل امرك او طاقتك تماما الى الى الخالق او يعني تخلي الامور تيجي متل ما الله بيريد لانه فيه بعض الاشياء بعلاقتكم خارج عن سيطرتك وخارج عن سيطرة الشخص الاخر فعم شوفك بالمستقبل عم تحس بنوع من من الثقل ممكن يكون بطاقتك او ممكن يكون عم تحس انه العلاقة بتثقل عليك او بتحمل وزن عليك وفيه صعوبة من انك تتخطى او تبعد عنها هالشخص فيه فيه صورة عم تظهرها انت لهالشخص او رح تظهرها بالمستقبل لهالشخص بانك اه ما بتريده او وضعك اوكي من غيره ولكن انت بتشوف هالشخص وبتعتبره رفيق دار والفكرة الاساسية هون انه انت عم تحس بضغط بسبب بعدك عن هالشخص لانه هالشخص حامل بلورة او حامل كريستالة فبمعنى انت عم تحاول تكتشف اه معلومات اكتر عن هالشخص ممكن تكون اوراق تارود او ممكن تكون عم تحاول تتابعه ايضا بالسوشال ميديا فيه حدا فيه حدا فيه طرف ثالث بالعلاقة بينك وبين هالشخص عم يراقبكم ممكن من بعيد ايضا او رح يراقبكم في المستقبل من بعيد فيه ناس او او فيه شخص مغين عنده مشاعر لالك او للشخص الاخر اللي عم تتعامل معه بس بالاغلبية ممكن فيه عندك هون معجب سري او شخص عم يراقبك من بعيد وعم يشوف التواصل اللي عم يصير بينك وبين الشخص الاخر ممكن ممكن انت عم تحط ممكن بالسوشال ميديا ايضا عم تحط اشياء مقالات او خواطر موجهة الى الشخص الاخر وفيه اشخاص او فيه شخص معين بيعرف انه انت عم توجه هالرسالة او هالطاقة للشخص الاخر بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوفه عم يحس بيرافض يعني لسه بالمستقبل عم يحس انه مرفوض منك او انت رفضته او رفضت عرض حب هو كان بده يقدمه للك هو يحكي فيه معك عم شوف ايضا بالمستقبل هالشخص مشاعره بتتحول من ممكن في بداية العلاقة بينكم العلاقة كانت اغلبها انجذاب جسدي بحت او بالاغلبية كانت انجذاب جسدي عالي ولكن عم شوف بالمستقبل هون الشخص اللي عم تتعامل معه عم يشوف عم يشوف الرضا النفسي ايضا عم يشوف انه ممكن انت تقدم له الرضا النفسي اللي هو عم يبحث عنه هالشخص بيشوفك ايضا اذا انت امرأة او حتى رجل بيشوفك شخص متمكن او متحكم بطاقتك او بتعرف تتحكم بطاقتك ايضا ممكن اذا فيه بالمستقبل بينك وبين هالشخص او فيه اشخاص او اطراف او ثالثة بالعلاقة عم شوف هالشخص او شخص دفاعي او شخص افوا شخص هجومي يعني ممكن اذا فيه اي منافسة بينه وبين اشخاص اخرى اه هالشخص ممكن يكون عصبي او ممكن يكون متهور اه ممكن بيشوفك هالشخص انت فيه عندك تحكم بعواطفك اكتر من ما هو فيه عنده تحكم بعواطفه عم شوف ايضا انه هالشخص بيطمح او بده نوع من التغيير في المستقبل لانه بيشوف فيه بينكم عم يحاول ايضا عم يحاول انه اذا صار فيه رافض منك برج السرطان تجاه هالشخص عم يحاول ايضا انه يظهر بشخصية او ب برسونة انه مش مؤثر فيه الوضع بالمستقبل بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل عم شوف بالتأكيد راح يصير فيه بينكم بداية جديدة لانه فيه عندك ايس اين او ايس اوف سوردس ايس اوف وانس فيه بداية جديدة راح تصير بينكم وفيه عندكم ايضا حتى بالمستقبل الطاقة الجسدية بينكم كتير راح تكون راح تكون عالية بس لسبب ما عم شوف لسه فيه سرية بالموضوع او او لسه فيه نوع فيه شخص او فيه طرف هون لسه المشاعر مش عم تحكوا فيها او مش عم تعبروا فيها لبعض لانه انت عم تطلع على على فيه عائق بينك وبين هالشخص انت عم تطلع على الحب و المشاعر اللي بتكلها الشخص وهو ايضا عم يطلع بكاست الحب طبعته ولكن ما فيه اه حكي عم يصير بينكم وكأنه الطاقة هاي طاقة خبايا او طاقة لسه ما انحكى فيها ولكن بالمستقبل بما انه في عندك ايس اوف سولدس وسولدس بتتبع التواصل ممكن يكون فيه بينكم ايضا تواصل وعم شوف اغلب التواصل اذا في الماضي تواصل بينكم كان اغلبه سطحي او او يعني ما فيه اي عمق بيه المستقبل فيه عمق بالتواصل او فيه حتى اه فيه حتى حكي او اعترافات بينك وبين هالشخص رح تصير بمشاعركم تجاه بعض عم شوف ايضا انه انتو اه اه فيه فيه حدا فيه حدا منكم مفهومه عن العلاقة الجسدية بينكم غير الشخص الاخر يعني فيه شخص او فيه شخص بيحب المغامرة او بيحب يجرب اشياء جديدة وفيه شخص ممكن بينظر للعلاقة الجسدية كاكستنشن او تمديد للعلاقة الروحانية ايضا فانتو شوف تنطبق على مين بالضبط ولكن فيه بدايات جديدة بينك وبين هالشخص رح تصير انا فيه هون عندي كوت او رسائل حطيتهم او سويتهم من من الحبيب او من الشريك رح ناخد منهم اكمل رسالة اللي هي ممكن تكون يعني رسائل موجهة لك من الشخص الاخر انا ما لقيت اي دك يعني اونلاين يكون فيه نفس الرسائل اللي موجودة هون فبدي اجرب هالشي الجديد اذا حبيتو او اذا حسيتو انه منطبق او كتير منطبق على حالتكم مع هالشخص ممكن نخلي هالرسائل ممكن نخلي هالرسائل شي يعني دائما نستخدمه بقراءاتنا بالمستقبل فالرسائل اللي الحبيب بدو يحكيها لإلك ممكن ولسه ما حكاها لإلك فهالشخص بيتخيلك وبيحلم فيك دائما بحياته اليومية حتى اذا مش عم تحكي مع هالشخص فبدو يحكي لك انه هو بيفكر فيك فبالاغلبية انت عم تتعامل مع اي توقم شغلة لانه بيحس انه انت مثل مرايته هالشخص وبيحس انه اي اشي سواء كان بطاقته انت تعكس هالطاقة عليه او بيحس انه انت تتشابهوا كتير مع بعض فبيحس انه انت بتشوف حتى اذا هو عم يحاول انه يحط شخصية معينة هالشخص يشوف انه انت تستطيع انك تشوف يعني تحت جميع هالشخصيات اللي بيحطها او البرسونا او اي اشي ممكن يكون في بينك وبين هالشخص اختلافات عديدة بينكم وهالشخص بيحكي لك بالرغم انه انه ممكن يكون في بينكم اختلافات بالشخصية او اختلافات بالنظر الى الامور الى انه دائما بيحبك حب غير مشروط وما بدي اياك تتغير من اجله او من اجل اي شخص اخر ايضا بيحكي لك فهالشخص فيه عنده عادات بحياته او بشخصيته هو بيحس انه عالق فيها او بيحس انه مش عم يستطيع يطلع منها بيحس انه عالق بتفكير قديم ممكن او طرق حل الامور قديمة فهالشخص كان عم يحاول او عم يحاول انه يتجنب الحديث معك او يتجنبك ممكن بسبب ايضا الرسائل السابقة مثل ما حكينا بسبب انه انت بيحس انه انت بتشوفه على حقيقته او على طبيعته فايضا ممكن يكون بسبب مشاكل اخرى بحياته او اشخاص اخرى او عمل عم يحاول انه يبعد عنك او ما يحكي معك في الفترة الحالية فهالشخص بيح حياته بيشوف دائما رسائل او اشارات محوطة فيه بالكون امامه بيشوف انه هي دائما يعني ممكن يكون عم يسمع اغنية مثلا والاغنية هيتذكروا فيك او بيكون فيه مطرح معين وهالمطرح معين بيذكروا فيك فهالشخص عم يشوف انه بحياته العامة فيه اشي كتير بتذكروا فيك فهو مركز الشخص ايضا اللي عم تتعامل معه ممكن يكون انتوتب او ممكن يكون ايضا شخص روحاني يعني بيفهم على الاشارات وبيفهم على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغيب عن نظر الاشخاص الاخرى بدنا نشوف اخر اشي فقط نصائح للك ممكن تفيدك ممكن تستفيد منها فيه تغيير رح يصير بيه حياتك بيه المستقبل مع هالشخص فيه تغيير رح يكون ايجابي عم شوفك عم شوفكم الاتنين عم كنتوا عم تحاولوا تدعو او توصل صلواتك الى الله انه انتو تكونوا مع بعض لانه عم فيه عوائق بينكم انا ما بعرف شو هي ولكن بيختلف يعني من شخص الى اخر ولكن فيه عوائق بينكم انت حسيت انه الحل الوحيد انك تلجع لالله وتتركوا الامور تتصلح مثل يعني مثل ما الله بيريد او تتركها الى الوقت المناسب ام شوف ايضا عندك كرتين اللي هو بيتبع سوت تبعت الكب فيعني علاقتكم بيه المستقبل رح تتقربوا من بعض اكتر وفيه حنين رح يصير الى ذكرياتكم بالماضي فبرغم انه مش عم تحكوا مع بعض برغم العقبات اللي عم تواجهكم حاليا الى انه هاي هي نفسها العقبات اللي رح تعمق التواصل بينكم الروحاني لحتى تثق انت بروحانيتك والشخص الاخر ايضا يثق بروحانيتك عم شوف ايضا رح يصير في تفاهم في احترام اكتر واكتر في المستقبل فحاول ايضا بين انه هاي كروت نصيحة حاول انه انت تخلي قلبك مفتوح لها الشخص ولها العلاقة بالمستقبل حاول انك تكون دبلوماسي اكتر اوكي حباي ببرج السرطان بتمنى قراءة تكون فادتكم احكولي اذا حبيتوا فكرة الرسائل هاي من الطرف الاخر اذا حبيتوها رح نكملها في الفيديو هات القادمة ان شاء الله الفيديو يكون انطبق عليكم اذا حبيتي الفيديو لا تنسى تحط لي لايك و كومنت شير و سبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في الفيديو القادمة